في هذا الدرس سوف نتحدث عن نوع من الأوبرونات يسمى تريب أوبرون وهو أحد أهم نوعين من الأوبرونات حيث أن النوع الآخر هو لاك أوبرون ويعد تريب أوبرون أساسياً في إنتاج التريبتوفان والتريبتوفان هو حمض أميني مهم في إنتاج سلاسل عديدة الببتيد مثل غيره من الأحماض الأمينية والتي تعتبر الأساس في تركيب البروتينات في خلايا الجسم ولكننا في هذا الدرس سوف نتحدث عن الأوبرون في خلية نوع من البكتيريا الموجودة في جسم الإنسان يسمى إيكولاي والأوبرون في بكتيريا إيكولاي يقع على جينوم والموجود هنا في الرسم أمامكم على الشاشة والأوبرون هو تركيب من مجموعة من الجينات يعمل بمثابة تسلسل DNA تنظيمي لهذه المجموعة من الجينات ويشمل هذا التركيب المحفز وأيضاً المشغل الذي يقع هنا والمحفز هو المكان الذي يرتبط به بلوميراز RNA ويبدأ عملية النسخ والمشغل هو المكان الذي يرتبط به المانع وجميع هذه العوامل مهمة في فهم وظيفة تريب أوبرون أما الجينات التي يتكون منها فهي تحمل شفرة الإنزيمات التي تستخدم في بناء التريبتوفان والجدير بالذكر أن الإنزيمات وهي جزيئات صغيرة تعد نوعاً من الأحماض الأمينية تساهم في بناء جزيئات أصغر بكثير من الإنزيمات وهذه الجزيئات الأصغر هي نوع آخر من الأحماض الأمينية إذن فالجينات تريب A وB وC وD وE تنسخ إلى RNA الرسول ثم تترجم إلى الريبوسومات كي تتحول إلى إنزيمات تدخل في عملية التصنيع الحيوي لتريبتوفان وهذه العمليات تحدث كما يلي تحتاج بكتيريا إيكولاي إلى التريبتوفان لأنه حمض أميني مهم في بناء البروتينات المهمة لبكتيريا إيكولاي فإذا تواجدت في بيئة توجد فيها كمية قليلة من التريبتوفان سوف يحتاج DNA إلى نسخ المزيد من جزيئات التريبتوفان وبهذا يرتبط بلوميراز RNA بالمحفز ويبدأ عملية النسخ لهذه الجينات الخمسة فتتحول إلى RNA يترجم إلى إنزيمات وهذه الإنزيمات تساهم في التصنيع الحيوي للتريبتوفان أما في حال وجود معدلات مرتفعة من التريبتوفان فليس من الضروري استهلاك طاقة إضافية في إنتاج المزيد منه وكذلك الحال بالنسبة لجميع الكائنات الحية التي تطورت عبر مليارات السنين وتعلمت خلال مراحل تطورها عدم استهلاك طاقة إضافية في عمليات حيوية غير ضرورية إذن عند وجود كميات مرتفعة من التريبتوفان فلا بد أن عملية النسخ لن تكون ضرورية وبهذا يعمل التريبتوفان بدور مانع مساعد للإنزيم المانع لتريبتوفان والذي يرتبط بالمشغل ويمنع بلوميراز RNA من النسخ ثم عند وجود الحاجة مجددا إلى التريبتوفان يتوقف المانع عن عمله ويبدأ إنتاج التريبتوفان من جديد غير أن عملية تنظيم النسخ ليس الطريقة الوحيدة للتحكم بمعدلات التريبتوفان فأحياناً يمكن أن يوجد نوع من التخبيط بين البروتينات مباشرة ولا علاقة لهذه الجزئية بعملية النسخ هذا الرسم التجريدي يوضح طلائع التريبتوفان فالإنزيم واحد يتحول إلى المركب الطليعي اثنان والإنزيم اثنان يتحول إلى المركب الطليعي ثلاثة والإنزيم ثلاثة يتحول إلى تريبتوفان وفي بعض الحالات يقوم لتريبتوفان بتثبيت عمل الإنزيم واحد أو التدخل في عمله بحيث يصبح الإنزيم واحد غير قادر على تحويل المركب الطليعي واحد إلى المركب الطليعي اثنان وهذا الرسم يمثل تثبيطاً ارتجاعياً نموذجياً وهناك عملية أخرى لتنظيم متحيزات التريبتوفان تسمى عملية التوهين والتوهين لا يؤثر في بداية عملية النسق ولكنه يمنع اكتمال العملية وبهذا ينتهي الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر